أهلاً بكل مشاهدي MBC مصر في إطار متابعة تآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن يسعدنا أن يكون معنا الدكتورة رانا حجة مدير إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية هنتعرف منها على مزيد من التفاصيل بخصوص آخر المستجدات في هذا الأمر أهلاً بحاجة معنا يا فندم على شاشة MBC مصر شرفتنا نحب نعرف في البداية ألية عمل منظمة الصحة العالمية لمتابعة فيروس كورونا على مستوى الدول بشكل عام أيوة نحن طبعاً كمكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط نحن عادةً مسؤولين عن طبعاً يعني توزيع الإرشادات اللازمة على كل المستويات للدول من شان تقدر تعزز قدراتها على مكافحة المرض وحد من العدوى بشكل سريع نحن طبعاً من لما ابتدى المرض أو أول معرفنا بالهيداد دغري فعلنا اللي جان عندنا يلي بتهتم بهذه المواضيع وطلبنا من الدول أن يكون عندها كمان خطة كل دولة لازم يكون عندها خطة وطنية لكيفية مواجهة المرض وهذه الخطة بتعتمد على عدة محاور يلي بتشمل طبعاً عدم ادخال المرض عن طريق الرصد بالمطارات والمرافق والموانئ كمان بتشمل طبعاً الاستعدادات للتشخيص السريع للرصد السريع للعزل إذا صار في اشتباه بالمرض أو إذا صار في حالات مؤكدة لازم يكون في عنا كمان الوسائل والفاسيليتيز والأماكن اللي نحن بنستفيد منها للعزل وبعدين طبعاً للعلاج اللي هي والمستشفيات لازم تكون مهيئة أنه يكون عندها الأيسوليشن الأماكن اللي ممكن المريض يكون فيه معزول بشكل آمن ويكون عندها كمان أنظمة قوية للمكافحة العدوى يعني رأي حضرتك في استعدادات الدول يعني في إطار انتشار هذا الفيروس وبشكل خاص في مصر يعني رأي حالك تعليقك على الأداء عندنا هنا شايف حالك الاستعدادات لمنع انتشاره بشكل عام رأي حالك بشكل خاصي وزارة الصحة هما كانوا على أهبة الاستعداد ومن أول حالة كان مشتبه فيها تم التشخيص بشكل سريع جداً تم المتابعة مع كل المخالطين بشكل سريع جداً وكمان تم الاهتمام بتأمين أماكن العزل وكمان تحضير المستشفيات يلي ممكن يتم استخدامها في حال صار في حالات مشتبه بها بالإضافة للحالة الأولى طبعاً نحن بالنسبة لبقية المنطقة الاستعداد الدول هو متفاوت لأنه في عندنا دول كتير نحن بحالة عندها حرب عندها طوارق هذه الدول طبعاً الطوارق والحروب أثرت على البنية التحتية للدول بالمنطقة ونحن هذه الدول مستعدين نأمن لها الدعم بشكل متواصل لما بيصير فيه احتياج هل إحنا وصلنا لمرحلة تفشي هذا الوباء أم نحن مازلنا فيه مرحلة بعيدة عن كونه يعني وباء عالمي أيوة هو نحن صراحة نحن بوضع حرش جداً هلأ لأنه المرض وصل تقريباً وصل لأنه يصير وباء عالمي أو بندامي ولكن هو تعريف الوباء العالمي أنه لما بيكون الوباء انتشر بأكتر من دولة اللي هو طبعاً هلأ موجود الوباء عم بينتشر عبر الحدود يعني مش محصور ببلد واحد وكمان في عدد كبير من الناس مصابين بهذا المرض سنحن يعني هو لسه ما أعلننا عنه كوباء عالمي كبنداميك ولكن نحن عم بنتابع طبعاً تطورات عن كسب يعني كل دقيقة بدقيقة حتى لأنه هيدا كمان لما بيعلن عنه كوباء عالمي إلو تتبعات يلي هي لازم نحن نكون مستعدين إلها يعني لو قلنا إرشادات بسيطة للمواطنين أنه يتم يعني التصديم لهذا الوباء أو لهذا الفيروس بشكل عم نعمل إيه كمواطنين مواطن عادي أيوة المواطن العادي الوقاية 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 هو مش بس من مرض الكورونا أو الكوفيد 19 هو من كل الأمراض التنفسية كل الأمراض التنفسية لازم نحن يكون عندنا الاستعداد أنه نمنع العدوى منها طبعا أي شخص عنده أعوار التنفسية لازم يعطول يغطي على أنفه والفم إذا لازم الأمر لما نحن بنشوف ناس عندهم هالأعراض التنفسية ما لازم نقرب عليهم ومش بس كمان بالتنفس لازم كمان عدم اللمس لأنه لازم عطول نستعمل غسل الإيدين بالمي والصابون التعقيم لكل الأماكن حتى نتفادى انتقال المرض شكرك يا دكتور يعني كان معنا الدكتورة رانا حجة مدير إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية أطلعتنا على مزيد من التفاصيل بخصوص فيروس كورونا نشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر